السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الطفلة دي عالمية كانت أفلامها من ضمن أفضل ميت فيلم في زاكرة السينيما المصرية أشهر فنانات عصرها خمنه هي مين لايك ومتابع عشان يوصلوك كل جديد الطفلة الصغيرة دي فنانة شهيرة وكبيرة من فنانات الزمن الجميل من موليد حي محرم بيت محافظة الأسكندرية من أب من أصل تركي واشتعرت بموهبتها وبقت من الممثلات العالمية في تاريخ الفن المصري اتولدت سنة 1931 ولمعت في عيون الشاشة بأعمالها المميزة وتقلقت في الصحة الفنية بعدد كبير من الأعمال الفنانة دي هي الفنانة الراحلة الجميلة هند رستوم اللي أنعلها النقاط العالميين بعد ما تقلقت في دورها في فيلم باب الحديد واللي قامت ببطلته كتير من الكلام قال الناقد الهليودي وفقا لما نشره هند ليست فقط ممثلة إغراء مميزة بل هي أيضا ممثلة قديرة على مستوى ممثلة الإيطالية العملاقة آنا مانيان الكتير من الكلام كان دايما يتقال عنها أفلامها من أكتر الأفلام المميزة اللي اتعرضت في تاريخ السينما وليها تاريخ حافل جدا اتميزت بجمالها ومنذ طفولتها وكان دايما يقولوا عليها الفتاة الشقرة وبكده وصلنا عن نهاية الخبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر